جولتنا في الصحافة متواصلة مشاهدين أهلا بكم مجددا إلى فقرة قراءات وأبرز مقالة الرأي مقالة الرأي من صحيفة القدس العربي للكاتب والأكاديمية المصري عمرو حمزاوي الذي تكلم فيه عن التناقضات التي تعيشها منذ مدة السياسة الأوروبية يقول الكاتب في هذا الجانب أن عدد معتبر من الباحثين الأوروبيين يرون أن المواطنين في دول الاتحاد الأوروبي صاروا توزعون إلى أغلبيات ويحركها هذه الأغلبية الخوف من الحاضر والمستقبل وتستسلم لمقولات الكرهية التي روج لها اليمين المتطرف وأقليات تريد الحفاظ على الحرية وتبحث عن قوى سياسية تقدمية تعبر عن آمالها في مجتمعات منفتحة وعادلة يضيف الكاتب أن الناخبين في أوروبا يعطون اليمين المحافظ والمتطرف أغلبيات برلمانية بعدما صبروا طويلا على الأحزاب اليسارية والتقدمية التي أخفقت في تقديم حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتوترات المرتبطة بعضوية الاتحاد الأوروبي وقضايا كالهجرة واللجوء وقضايا أخرى يؤكد الكاتب أن الأغلبيات لا تصوت لليمين حبا في مقولات الكرهية أو طلبا لمجتمع يطهر من الأجانب بل تصوت له لأن اليسار لم ينتج سوى عموبيات عن ضرورة مواصلة السياسات الإنسانية والالتزام بالاندماج الأوروبي ولم يتناول بجدية المعاناة الاقتصادية والاجتماعية للناس يوضح الكاتب أن اليسار لو تبنى أفكار سياسية شجاعة كرفع الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر في النظم الضريبية التي تحابي الأغنياء وتلقي بالعب الضريبية الأكبر على عاتق الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل لتغيرت يقول الكاتب نتائج الانتخابات في دول أوروبية الكاتب قال أن المواطنين الأوروبيين لا يشعرون بأن السياسة الرسمية والأحزاب المشاركة بها يمينيا ويصاريا تمثل المصالح الحقيقية للناس وتدافع عنهم على سبيل المثال حكومة ماكرون تطبق في فرنسا سياسة اقتصادية اجتماعية كفرض ضرائب جديدة على الوقود مثلا تنقص من حقوق متوسطي ومحدودية الدخل وتفعل ذلك في لحظة مجتمعية تتسع بها الفجوة بين الأغنية والفقراء وتتحول بها أطراف المدن الكبيرة كباريس نموذجا لقنابل موقوطة اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا يذكر الكاتب أن العنف الذي شهدته فرنسا لم يكن غير ترجمة مباشرة لليأس من أن تستمع السياسات الرسمية أو يستمع المشاركون بها من قيادات حزبية برلمانية إلى أنين الناس أنهم لم يخرجوا بسخب إلى الفضاء العام المواطنين في دول الاتحاد الأوروبي صار اليوم يتوزعون إلى أغلبيات تحركها الخوف من الحاضر والمستقبل وتستسلم لمقولات الكراهية التي يروج لها اليمين المتطرف وأقليات تريد الحفاظ على الحرية وتبحث عن قوى سياسية تقدمية تعبر عن آمالها في مجتمعات منفتحة اختتم الكاتب مقاله بأن السياسة الأوروبية اليوم طبعا هذه السياسة هي ما يرفضه الأوروبيون في هذه الأوقات إذا ما يعيشونه ويرفضون أيضا التوقف عن محابات الأغنياء وتهميش المتوسطي متوسطي الدخل ومحدودي الدخل تارى باسم مقتضيات الاندماج الأوروبي وضغوط العملة الموحدة وطارة باسم العولمة الاقتصادية وشرط المنافسة في الأسواق كما يقول الكاتب في مقاله مشاهدينك هذا مقال الرائم من صحيفة القدس العربي لكاتبه المصري عمرو حمزاوي ختام هذه الجولة ضمن الصحافة بأمان الله